نستقبل وظيفنا كريم كريفة النائب عن الدستوري الحر مرحبا سي كريم مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذا تيافين البداية باش تكون بالمعلومة اللي عنها وحابينا نزيد نثبته منها فرقة مقاومة الإرهاب تستمع إلى عبير موسي بشأن زيارة نواب لإرهابيين في السجون وتهديدات وصلتها الموضوعين ذوما ترحتهم عبير موسي مؤخرا في نقاط صحفية صحيح في ندوة صحفية البرح مش الزيارة بربي نحب نوضح الترم اتصال نواب وهو وسائل الاتصال عديدة ومتعددة والموضوع ذا يكون الناس كانت تداولوا حتى عامة الشعب يداولوا فيه كيف صارتها الحكاية جاء مراسلة جواب مسكر باسم رئيس كتلة الحزب جواب مسكر باسم رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر جواب جواب يقولوا فيه أنه هما أعوان تابعين للسجون والإصلاح يقولوا وراهوا نحبوا نلفتوا انتباهكم جزوز مواضيع الموضوع اللول أنه هناك نواب من حركة النهضة يقومون بالاتصال بمساجين إرهابيين ببرج العامري وبسجن المرنجية بيعلم من المدير العام وبيعلم من المدير المرنجية أنه نهاري سبت إذنت وزيرة العدل بوصفها رئيس إذا تطمحها الإدارة الهيئة هذه وإذنت بفتح تحقيق في الموضوع ولذلك التحقيق هذيلو الأثنين النقطة الثانية اللي فيها المراسلة هو على السفقات المشبوهة الموجودة في هيئة السجون والإصلاح اللي فتقال وراه وفم السفقات مشبوهة كريم كريفة خيرتوا أنكم ما تذكروش أسماء النواب من حركة النهضة رغم أنه الرسالة ورد فيها الأسماء تعرفوه مشكون النواب اللي شاكين فيهم الناس اللي بعتوا الجوي بالله الرسالة التوى الأصل المتاحة سيكون عندها وزيرة العدل لفتح التحقيقات اللازمة داخل إدارة متاحها بش تشوفها واخذيت منها نسخة النسخة الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب زادها بش تحل توديح صغير فقط المبلغ في الرسالة لا حط اسم ولا لا ما حطوش أما مكتوبة 60 لتر أولوغرافيك مكتوبة بخط اليد هي رسالة مكتوبة بخط اليد ليش مكتوبة بالأرديناتور ولا مكتوبة بالواحد لا وجاءت فاهموا لاحظة قال لك أي معانتها إذا كسيلاين كنتيستاسيون في كل إدونية اللي موجودين وقتها طونيكشفوا على رواحنا ونجيوا نحكيوا فيه واحدهم آه معانيها يقولوا إذا كنت تشكيك وإلا هما مستعدين الناس هدوما المبلغين أنهم يجيوا لكم الأدلة في إطار القانون طبعا أنه هما يطلبوا زادها حماية حماية مبلغين وهم جدا نذية أنه مبلغ يبدأ متأكد من المعلومات اللي عنده بقطع نظر على الموضوع رواه أستاذ كريفا أنه يمشي جزكو بوه هذا المسحقين اليوم هذه الحش مش ترمي كاتا وبعدتوش بدروها لا على خاطر أنت كتسمع للندوة الصحفية اللي عملتها الكتلة هذيك يقول لك تتهمنا نحن لم نتهم أحد نحن أعلمنا الرأي العام والجهات المختصة بفحوى الرسالة هذي إنسان يستثقك على موضوع وهذي دورنا كنواب أحنا نحن وعهدنا الله وعهدنا الناخبين أنه من تستروا على حد شيء وهذي الشي اللي بدأ يزعش فيه يزعش لا بيع لاش لها جيت هذية اتفضل ياخويا أنا مهمتي فات وقت الله وصلتها الوزيرة العدل وعطيتها الوحدة الوطنية لمقام ترهاب كريم كريفا انقدموا على خطر فما برشة مواضيع في علاقة بكتلتكم وحزبكم الدستوري الحر موضوع التهديدات اللي طالت عبير موسي لمود أوبيراتوار هي تقول كيف ستنفذ الجريمة قالولها عليه وهنا برشة نقاط تستفهم معناها فالما هل اليوم التهديدات بأي نوافيتون سامة ومنحبش جوباناليز وليت الناس معناها تقول راني باش بالطريقة هذيك وستكون عبر المود هذيك شوف التهديدات هو التهديدات رأيه الوبجيكتيف فنال المتاحة اللي يحبوا يصلولوا هو التخلص من عبير موسي والتخلص من قدرة الحزب التهديدات التخلص بأي طريقة الخاطر كي جيك انتي مثلا أنا وقتنا بشيت نهار الجمعة بشيت للوحدة الوطنية وريتهم راهوا فهم ناس بعثها مخطط كامل كيف ستتم لمن؟ لمن بعثوا به؟ يبعثوه لها لا هي قالوا لها راه هو وردتنا دايور قراته هي في القناة الوطنية معنتها وردتنا معلومات من جهات استقباراتيها أنه بشيتم كذا والتفقيف وأنا مدواعش وداخلين على ليبيا ودخلهم أعضاء من حركة النهضة يعطيك شوف كي جيك معلومة مهما كانت بسيطة راهوا احنا نوصلها للوحدة الوطنية اللي مكافحة الاريب أو علش؟ على خاطر كي يكثر عليك هو بالحكاية هذه أو سيارة مفخة أو بسلاح كيت من الصوت أو كده وبعد عاد عرفنا تطورات أكبر عاد ولينا في تلفيق تهم إرهابية معناتها هو التخلص الهدف سمحني وقت الله ينوصلوها احنا سيبور كي لا شوز نسوابا باناليزي بش متوليش على خاطر إذا صارت باناليزاسيون في المعلومة والتعامل مع المعلومة غادي وين يولي التنفيذ هني يولي شي يختير برشا احنا دايور احنا البرح في الوحدة الوطنية سمحني خلوك طبعا احنا غادي وزيت جيت معلومة أخر في نفس الزيت فمشكون وصل قال راهو سيتم اختياله يوم اثنين اوت ونعطيكم وسيفتحوا التحقيق يوم اربع اوت ونهار ستة اوت يتسكر التحقيق وكأن شيئا لم يكن فمشكون قال قديش تعطيوني فلوس وانتم في بيلكم بلا شدوه في تجروين معترف واحد كل شده حرص تجروين تمت احالته على الوحدة كالعادة الوكيل الجمهورية في القطب القضائي للإرهاب للبحث والمراجعة ونعرفو احنا هالتقنية بتاع البحث والمراجعة وانبعدش يحط هذي انسان معترف بالتهديد وباش يقتل واحد يحط التخلي لفائدة حرص تجروين للبحث لانتفاء الجريمة الإرهابية معانتها احنا ميناش فاهمين معانت يزم العبدي روه مسبول باش يتولي جريمة إرهابية تهديد الفصل الخامس من القانون يقول لك ويعتبر جريمة الإرهابية كل من يعزم على ارتكابها معانتها هذي الشيء المحف حسب التكيف متاع السيد القاضي هو استقرأ من الاعتراف انه ما فاميش جريمة إرهابية انه ما فاميش جريمة إرهابية سمحني ما فاميش درجات اخرى من التقاضي في تولس لا في الابحاث الاولية هذي ما فاميش انتوما تابعوا معناها كيفش هو لازالت في الابحاث الاولية لم تحفظ القضية حتى بشي بشي تعمل ما فاميش طرق حلول انه تجربوا الاعتبات او حل هذي ملف بين ايدي الوحدة الوطنية انا نشكرهم يش ما قاعدة تدخير في حتى جهد معانتها في البحث واحد وكل الصحيح فما اجراءات قانونية او اجراءات ادارية باريكزامبل بش يمشي يتعرفوا على صاحب الحساب والوريجين بتاعه منين جيت واحد وكل هذيك الكل موجود قاعدين يقوموا به فما تعطيلات اللي نخافوا منه انه اذا يشدوا واحد ولي في انتفاء جريمة ارهابية واذا ما شدوش هون الملف مفتوح وقاعدين يصير هذي الشيء اللي قاعد يخوف هذا شيء خطير ومرفوض وهذا اللي زدنا احنا نددنا به بكل صراحة وقت اللي اسمعنا المحادثة والحوال اللي صارت في مجلس نويب الشعب كريم كريفة الناس اللي تبعت الحكاية نددت بالعبارات اللي تقالت وهذا ما نحن نحبه اخلاقة العمل البرلماني به ولكن في مجلس نويب الشعب انتو ما تقال في جلسات العامة ما اكثر من هذيه ما نميش حاجة غريبة عن الناس للأسف الشديد ولكن المضمون نفاهموا العبيد شنو اللي صار كلين باش نقولوا تلفيقتهم ارهابية البارح جيب احذينا النائب سامير ديلو وتحدث يقال بكل مسئولية لا ارا مشكل في الحوار اللي صار واشكاية عادي ويني تهم الارهابية ويني سامير ديلو هو ديور حتى وقت اللي فقعوا عينين الناس في السليانة وقت اللي جاء في بقعة حمادي جبالي قال ويني اللي حكاية واشنو المشكل ومسار حد شاي هذا يتعودنا بيه بالتصريحات متاعه وعنده قوة كبيرة ياسر في انه سي لا ديز انفورماسيون دلانفورماسيون راه قوة في قلب لكن ما حكايت هذه بتاع السجون قال تتهمنا نحن لن نتهم نحن واعلمنا الجهات الرسمية واذا انت يخايف من حاجة برا حين مشكلتك في الحكاية هذه في خصوص الحوار اللي صار شوف المشكل مش في الاعتذار انت قلت في الجلسات العامة تصير احويش اشنع من هذية في الكلام وحده كل لكن لم تصل لما وصلتش لحد التآمر وطلفيق التهم والتهم ارهابية شوف المشكل مش في الاعتذار تقوله لتكلت وانا كنت عبرت عليه الموقف هذية معانتها اني سامي عبه بيش تقول الكلمة ذاك هذيك ديما يدل على المستوى الاية التحكي به وذك شأن يخصها ماهوش واحد تقول بها وعلى وأنا أين اهيا اها هو المشكل لديها؟ أين وقت الله يكهب علىها ويحط يدو على كتفها ويقول لها رانا قاعدين بيش نعملولها شكاية ارهابية شكاية في ارهاب ما ما معنا هذ village بشيء بعد من هذا ما معنى معنتها انت انا ياو شلف منك رجل قانون انه ستتم اثارة جريمة ارهابية وتلفيقها وتلفيق الاحداث متاحة للاستاذ عابير موسي وبرسل لك انت مع فرقة الارهاب هذا هو الاختير ولكن انا بشر الشابي وقت لتحدثنا معاه يقول انه فما ما فهم حتى في طريقة التعبير والتصنيف متاع الخصوم السيسين يمكن ان تدخل تحت شكاية ارهابية يعطيك الصحة خلود انت على الاقل فهمت ومانا اسمعت التصريحات متاع والله اللي فهمت منه كلمة اي اي بار بي بارتو ماي نجمش يلم جملة في بعضها كل مرة يقول جذب الى الوراء وهذه بتاع السيستام وهذه عملت وهذه الكلام هذي كل معاتش يزعجنا خلينا في اللي موجود هذي قالت كلامك النابي ما نجمش نعود واحتراما للمستمعين اما بعد ينظر يقول نبدلوا السيستام هنا بيش نعملو لها اشكاية اه في الارهاب هنا بيش نورطوها هنا بيش نعم معانيتها وهذه شي مش مستغرب خاطر بيشر الشيبي كي يعرف تاريخه مع الاستاذة شنوه معاش نستغرب حد شيء ياخي بيشر الشيبي هو اللي شاهد زورا وقت الله قالوا الاستاذ عابير موسي بعد قضية حل التجمع بشي تدفعت عليها كمحامي وكقدعات عندها هي وهي خارجة يلف قولتهم اني عتدت على الاستاذ نبيل بن شيش بالضرب واني ضربت المحامين بالبومبا غاس شهد زورا على هي قضية نبت فاها انا اخذت فاها عدم سماع داوة لم توتمدى الشهادات هذي هذي انسان هي انا اي الماركة شوف اي جا اعمال له هذي خطيرة هنا ندخلوا في نطاق الماركة السياسية اللي عندها ماركة السياسية السياسية أما هو اليوم نواب اليوم عنا نواب شعب أحنا في الوقت الحالي عنا مجلس نواب تقدم أيضا بالخضية ليدان أستاذ عمير موسيبي بما صحة عقلية عند قبرهم ده عمل قضية رفضت لعدم صحة الإجراءات لجهله بالإجراءات الشيكية لإيداء الأساذة عابير هو كي تقرأ فحو الرسالة مضحكة جدا بش يوريك أنه الإنسان هذية نصب نفسه للإذرار ما عندوش نقاش سياسي ما عندنيش ما نحكيه معه سياسيا فمني ولات كوش علىها الشخص هذك يجيب التخلص فشل أنه بش يورطه في قضية الاعتداء وضربين بالقاس فشلت أنه بش الحكاية بتاع المصحة العقلية هاي طولنا في قولها قضية إرهابية وإذا ما صحيش قضية إرهابية طول نختلوها مش نعطي الكلمة بعد شوي سوفيان بن حميدة نختم معاك حول موضوع اللائحة لتصنيف الأخوين المسلمين كتنظيم إرهابي شو اللي زي كولي عندك ما هي ردود الأفعال من اجتماع رؤساء الكتل للبيرة حول اللائحة ارتباك وخوف كبير من هيك الكتلة لا تسخي أبروحها أكبر كتلة في البرلمان وهي أكبر كتلة في البرلمان للأسف ارتباك وخوف كبير والله أصبحوا يبحثون عن فتوى لعدم تمرير هذه اللائحة وقامت إثارة الفصل ستة وخمسين من القانون الداخلي قال والله مكتب المجلس هو حر ومش حر هنا النبه والنبه الرأي العام الفصل مياه وواحدة واربين من النظام الداخلي ما يعطي حتى سلطة لمكتب المجلس إلا سلطة تعيين جلسة لتمرير اللائحة لكن هذا ما تروح أنه يتبادل فيه موضوع اللوائح ما هو عادة لخاتر هما في روح القوانين وفي الروح ومتاع النظام الداخلي رأوا نظام الداخلي وقتلها تساخ تساخ في صحفة العسل بين الإخوان وبين نيدا تونس وانا فما نيب نتحفظ على اسم وقارنا عمناه لضرب المعارضة عملوا الفصل مياه وواحدة واربين بيش يمدون شيخين بي هذا نرجو بعد الفصل هذا النظام الداخلي حق تعطاه نظام الداخلي لرؤساء الكتل بيش يتعمل كريم كريفة ترفيه من قبل اي حبي تفعل سفيان بن حميدة بعد الفصل مباشرة هدا برشا وقته تاخل كلمة اي 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 هكيكا هكيكا نفهم يسمع كمليح يسمع في كمليح وطوب وطوب تسمع وانت كمليح لا فاصل ونرجع فاصل وراجعين معك